وللمزيد من المتابع حول زيارة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند ينضم إلينا مفاداء التلفزيون المصري محمد عبد الله وعلى رشوان من نيو دلهي محمد دعني أبدأ معك بأتعرف على أبرز النقاط والمحطات التي ستكون في زيارة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند نعم هذه الزيارة بها العديد والعديد من اللقاءات الهامة التي سأقدها سيد رئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسبق يوم الاحتفال بيوم الجمهورية في الهند وهذا اليوم الهام في ذاقرة الشعب الهندي هناك لقاءات على أعلى المستوى في عقدها سيد الرئيس فيما تعلق على المستوى السياسي مع المسؤولين هنا من الجانب الهندي وهناك حفاوة استقبال غير عادية لمسناها من الجانب الهندي لاستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك أيضا لقاء هامة سيد الرئيس مع ممثلة الشركات والمستثمرين من الجانب الهند لمزيد من التعاون والاستثمارات في مصر أيضا نقطة هامة للغاية ما لمسناه من وسائل الإعلام الهندية هو التركيز على الزيارة التي يقوم بها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند والدعوة التي وجهتها وسائل الإعلام وصحف هندية إلى رجال الأعمال الهنود بضرورة أن يقتنسوا هذه الفرصة والتي أطلقوا عليها بالفرصة الذهبية لمزيد من الاستثمارات الداخل مصر هناك مثلما أشار التقرير هناك تهافت من جانب رجال الأعمال الصينيين الاستثمار في مصر وبالأخص في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهناك رغبة شديدة من رجال الأعمال الهنود لمزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية بسويس هذه اللقاءات بتبنى على اللقاءات التي أجرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والزيرات الغمى التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2015 إلى الهند وفي أكتوبر 2016 وتأتي هذه الزيارة لتضع على علاقات مثلما يشير الجانب الهند ومثلما يطمح على الجانب الهند على طريق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والهند نعم نعم أشكرك محمد عبد الله أرجوك أن تبقى معي للمزيد من المتابعات على مدار هذه الزيارة لكن دعني أتحول إلى علاء رشوان من مقر إقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الهندية نيودلهي علاء زخم كبير بالطبع في جدول السيد الرئيس خلال هذه الزيارة ومراسم الاحتفاء التي تمت ومشاركة السيد الرئيس أيضا في العيد القومي للهند ضعني في الصورة نعم بداية دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون ضيف شرف رئيسي للاحتفال بعيد الجمهورية في الهند يعكس قوة ومتنة العلاقات المصرية الهندية هي أول مرة في تاريخ العلاقات المصرية الهندية يتم دعوة رئيس مصر لحضور وهذه الاحتفالات بشكل شخصي وأيضا بشكل شرفي كبير كما هو الحال في هذه الزيارة الرسمية الثالثة من نوعها التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك الكثير من الدوائر المشتركة في العلاقات المتشعبة والممتدة بين القاهرة ونيو ديلي هي علاقات تبنى ويتم البناء على ما تحقق طوال السنوات الماضية خاصة في الثماني سنوات الأخيرة تطلع من الهند إلى دفع هذه العلاقات إلى مستوى أرحب خاصة وأن هناك مناخ جازب للاستثمار وإجراءات تحفيزية اتخذتها الدولة المصرية طوال السنوات الماضية لإفساح المجال لعدد آخر من الاستثمارات خاصة الهندية في عدد كبير من القطاعات نتحدث عن قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة إنتاج الهيدروجين الأخضر التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأيضا البنية التحتية والسياحة وصناعة الدواء وغيرها من هذه المجالات الواعدة هذه اللقاءات التي أشار إليها زميلي محمد والتي من المنتظر أن تعقد بداية من بعد دقائق قليلة سوف يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامة سيادته لقاء هام سوف يجمعهم أحد كبار المسؤولين بالحكومة الهندية وتتواصل هذه الفعاليات منذ صباح غد زيارة هامة إلى مقر رئاسة الوزراء بقصر حيدر أباد يستقبل خلال هذا اللقاء سيد الرئيس الرئيس الوزراء الهندية نارندرا مودي تعقد اتفاقيات تعاون ثنائية بين الجانبين ويعقب التوقيع على هذه الاتفاقيات مؤتمر صحفي بين الجانبين يتوجه من بعدها سيد الرئيس إلى مقر رئاسة الهندية وتجرى قمة ثنائية مصرية هندية مع رئيسة الهند يعقب هذا اللقاء لقاء هام أيضا مع وزير الخارجية الهندي ولقاء موسع بمقر إقامة سيد الرئيس يستقبل خلاله عدد كبير من رموز ورجال المال والأعمال في الهند الزيارة متشعبة أجندتها متخمة بالكثير من الملفات سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي تتوج 75 عام هي عمر العلاقات المصرية الهندية والتي انطلقت في خمسينات القرن الماضي وتعكس إرادة سياسية لدى الجانبين لدفع أطل التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة خاصة على الصعيد التجاري نتحدث عن الهند التي تمثل خامس أخبر قوة اقتصادية عالميا تسعى وتطمح إلى استغلال واستثمار الموقع الجغرافي الفريد لمصر كبوابة ملكية لنفاذ وعبور الصادرات الهندية إلى أكثر من مليار و300 مليون نسمة في شمال وجنوب إفريقيا وأيضا في حوض منطقة حوض شرق المتوسط كل هذه الدوائر المتشابكة والمتشعبة في العلاقات الممتدة بين البلدين تبشر بمرحلة جديدة من هذه العلاقات خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري في ضوء التحديات العالمية الاقتصادية الرهنة التي يشهدها العالم هناك إرادة أيضا سياسية لدعم وتعزيز التعاون خاصة في التفاعل مع هذه التحديات تتحدث عن أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة انقطاع سلاسل الإمداد من الغزاء والطاقة في هاتين القضيتين هناك تعاون مشترك بين الجانبين المصري والهندي سوف تتجلى ملامحه خاصة في هذه الزيارة بالإضافة إلى استضافة الهند إلى قمة الدول الصناعية الكبرى جي توينتي مصر أيضا تمثل في هذه القمة باجتماعاتها كضيف شرف رئيسي في هذه الاجتماعات التي بدأت بالفعل في الهند أو في نيو ديلهي في أكتوبر الماضي وتستمر حتى ستمبر المقبل مصر لها ممثل رئاسي شخصي في هذه الاجتماعات يقدم أو يطرح رؤية مصر حيال عدد كبير من القضايا في مقدمتها قضايا المناخ والتغيرات المناخية بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من الأزمات الاقتصادية التي يشهد العالم أشرنا إلى بعض منها وربما لا يتسع الوقت نعم إذن هو التحدي العالمي ولكن بشكل عام الزيارة تعكس قوة ومثانة العلاقات المصرية الهندية تحديات مشتركة على المستوى الثنائي وتحديات العالمية الكثير من الأزمات أو فيما تعلق بتعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري حجم الاستثمارات الهندية في مصر يناهز ثمانية مليارات دولار هذا الرقم مرشح بقوة للإزياد خلال الفترة المقبلة خاصة إذا علمنا أن هذه الزيارة استبقى توقيع ثلاث شركات أو ثلاث شركات كبرى هندية متخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الحكومة المصرية سوف تبدأ بالفعل هذا الإنتاج بحلول عام 2024 ليرتفع حجم الاستثمارات الهندية في مصر من ثمانية مليارات إلى عشرين مليار دولار وهو أيضا رقم يظل مرشح للإزياد بقوة في ظل هذا التقارب والتفاهم بين الجانبين على الدعم وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة نعم إذن هي أفاق من التعاون المشترك ترقى إلى المستوى الاستراتيجي في ظل أزمات عالمية وأيضا تحديات سنائية مشتركة ومستقبل يرغب في الحياة الأفضل لشعبه أشكرك جزيل شكر مفادة التلفزيون المصرية علي راشوان وأيضا محمد عبدالله إلى العاصمة الهندية نيو ديلهي